يصل عدد العمالة في السعودية إلى المليون وسبعمائة ألف معظمهم يملك مهن حرفية تخصصية والتأكد من المهارات اللازمة لتأديتها مهم عبر خطة إلزام لجميع المنشآت في المملكة جاءت بعد أربعة أشهر من إطلاق الوزارة لبرنامج الفحص المهني حيث يبدأ بشكل تدريجي يتناسب مع حجم المنشآة وسجل مرحلته الأخيرة في مطلع يناير عام 2022 نبدأ الاختبارات المهنية للعمالة في مهنتي الكهرباء والسباكة من ضمن مبادرة برنامج الفحص المهني تحت إشراف وزارة المواد البشرية وتنمية الاجتماعية زي ما تفضلت اليوم الاختبارات تكون على جزئين شقين الشق العملي وشق النظري نتأكد من إتقان العامل للمهارات الأساسية في سوق العمل وزارة الموارد تؤكد أن البرنامج جاء لتنظيم الأعمال والاستفادة من العمال بمختلف المهن تحقيقا للجودة في سوق العمل إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز الانتاجية والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة وفقا لمقاييس عالمية نماذج الأسئلة التي اليوم بنناها كانت مبنية على أساس المعايير السعودية المهنية فكان هذا هو الأساس لتلك الاختبارات بالإضافة إلى وجود طبعا فريق رقابة بيكون متواجد في جميع مراكز الاختبارات للتأكد من إتقان العامل للمهنة الفحص المهني يستهدف أكثر من ألف مهنة حرفية تخصية تندرج تحت 23 عائلة مهنية يعملوا بمسارين في الفحص مع مراكز فحص دولية ومحلية لقناة الإخبارية عبدالله لدلم الرياض